إنهم قلقون جماعاً لرؤية ميلوني في الحكومة انتهى العيد ستبدأ إيطاليا بالدفاق عن مصالحها القومية هكذا أردت جورجيا ميلوني صاحبة الـ 45 غاماً أن تغلن عن فوزها على تويتر جورجيا ميلوني زغيمة خزب أخوة إيطاليا ذي الجذور الفاشية هي أول أمرأة ستتولى رئاسة حكومة يمينية متشددة غير مسبوقة في البلاد المعجبة سابقة بمسوليني والمخافضة المتشددة التي ترفع شغار الله الوطن العائلة نجحت في جعل خزبها مقبولاً كقوة سياسية رئيسة الحكومة الإيطالية المرتقبة تقلدت عدة مناصب سياسية في السابق فسنة 95-900 أصبحت عضواً في خزب التخالف الوطني وهو خزب ذو توجه فاشي اندمج الغام 2009 مع خزب فورزا إيطاليا ليشكل خزب شعب الحرية في الغام 2012 ساعدت في تأسيس خزب أخوة إيطاليا بعد أربع سنوات من تنوليها منصباً وزارياً خين أصبحت أصغر وزيرة في الحكومة التي كان يقودها آنذاك سيلفيو برسكوني عمل خزبها على تقليصي الضغم الانتخابي لحليفها التقليديين خزب فورزا إيطاليا بقيادة برسكوني وخزب الرابط بقيادة ماتيو سالفيني رفعاً رصيده من أربعة في المائة من الأصوات في انتخابات 2018 إلى حوالي 25% من الاستطلاعات الأخيرة الخاصة بانتخابات الأحد بلوني التي تقود حزباً له جذور فاشية ومغادية للهجرة اتحمت الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة بالتواطئ في تنفيذ نظرية الاستبدال العظيم فكيف ستتغامل أوروبا مع الوافدة الجديدة على قصر كيجي والسياسية المقربة من رئيس الوزراء المجرية فيكتور أربان وهل ستنجح في الدفاق عن مصالح إيطاليا القومية مثل ما وغدت في حملتها